اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إلهي العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا أيام معكم سيدي فنفوز والله ضوزا عظيم روحي وأرواح العالمين روحي وأرواح العالمين لك الفدى روحي وأصدكرك يختم أنت الحسين وأنت الحسين ودون مجدك في الورى مجد المسيح ودون أمك مريم ولقد ولدت مطهران في بردة من نسج فاطمة يحاك ويلحم ولقى ما يد قتلت بمشهدين يسمو له ولقد قتلت بمشهدين يسمو له وجه الحياة على الممات ويرسمو لولا الأهول ون قلب ذاب من ون لسان حال العقيلة على أخيها أبي عبد الله لولا الأهول ون قلب ذاب من ون عملت كرب لما كان خلت للقلب من تقول أن يا الصبر أيوب لا دون ولا عنه هو بلوى فرد بلوى وأنا عشرة مثل بلوى أنا بلوى من عشرة وكل بلوى بعشير بلوات حزن يعقوب واحد غاب والواحد عدل ما مات أخوه داعش تم عندي والغايب يرد ما فات ونص بعطعش مفقود ونص بعطعش مفقود حفا يتمح ملي مننا أخوه يشلاي ونخلي ياتي وحش البيان لزوار هاي الدور واهل الدور ما هم شلي بالدار وين الضي لذاك الضي والوفاد والخطار وين اليامر وينهي والمظلوم يتعنى تقل أخوي أخوي يا أبو علي ابن أمي الخايف ليك يتعنى أخوي الخايف ليك يتعنى يأمن بس يطب دارك بوادي الطفرحة يا حيف ذاك الوادي لنبارك أنا بقلبي يعيشان شم بسمار علي ينزاد بسمارك يا بلو صبر عندي وقلبي يمني المصا يبدأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد علق القرآن الكريم كثير من المسائل على الغيب كما في سورة البقرة مثلا علق الإيمان بالمغيبات كما في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب يعني المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجملة الغيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يتحدث عن الغيب في نهج البلاغة أو قل يتحدث عن الذين يعلمون بأمر الله قال واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله اعترافهم وسمى ذلك رسوخا يعني مو المؤمن فقط وجدنا أن الآية الأولى تشترط الغيب مو؟ الذين يؤمنون بالغيب المؤمن لا يكون مؤمن حتى يؤمن بجملة الغيب هنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنه الراسخين في العلم وهم أهل البيت معنى الرسوخ إقرارهم بجملة الغيوب لله سبحانه وتعالى الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فسمى فمدح الله اعترافهم بماذا؟ مدح الله اعترافهم أن كل شيء لله وأن كل شيء تحت قدرة المولى عز وجل وأن الغيب كله لله قال فمدح الله اعترافهم وسمى ذلك رسوخا في العلم فلاحظوا الشرط الأول المؤمن يشترط به السيد على المؤمن سيد المؤمنين أمير المؤمن إما والأنبياء يشترط بهم ماذا؟ الإقرار بجملة الغيوب كما يقول الإمام أمير المؤمنين ولكن خب ممكن للمغيبات يعني ليس كل ناطق بالغيب مصدق كل واحد يجي ويصفطن مجموعة من الجمل والمفردات ويقول هذا غيب لا وإنما من فرض الله عز وجل فيه أما النبوة أو الإمامة مصحيح لأنه لما فرض منهم كما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله قال أترى أن الله فرض حجة على عباده ثم حجب العلم عنه يصير هو فرض حجة عليهم شنو معنى لما فرض حجة عليهم؟ يعني يحتاجون إليه في كل صغيرة وكبيرة في كل شاردة وواردة أو كما قال الأئمة عليه السلام الله ليس هناك واقعة أو حادثة إلا ولله فيها حكم زين هذا الحكم شون يعرف؟ إذا العلم محجوب صح له لا؟ هناك بعض العلوم يعني الأئمة يبينون أحكامها ولكن إلها آثار غيبية الآثار الغيبية إحنا مو فرض علينا مو واجب علينا أن نعرفه ولكن علينا أن نؤمن أن هناك غيب لا ندركه قد يبينه الزمان أو قد يبينه المعصوم أو تبينه الحوادث أو قد لا تبينه ولكن علينا الإقرار أن المعصومين عليهم سلام الله لهم هذا النصيب من العلم وأن الذي فرضهم حججا على العباد أعطاهم هذا المقدار الوافي من العلم حتى تكتمل لهم الأسباب حتى لا يكونوا منتقصين من هذا الجانب لا أقل فلاحظ هذه المسألة في حياة الأئمة عليهم سلام الله أو الآية التي ابتدأت بها المجلس هناك شبهة لما يقول للواحد مثلا النبي يقول في القرآن الكريم لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير مو ولا أقول لكم أني ملك ولا أقول لكم أني أعلم الغيب طبعا وبالاستقلال ما يفهم الغيب معلومة المسألة بديهية صارت يعني صار له لا زين إذا كانت آية أخرى تعارف هذه الآية لا أقول لكم أني ملك ليس ملك أبدا هو أعظم من الملك مو ولا أقول لكم أني أعلم الغيب استقلالا من دون الله أو مع الله وهذا هو الشرك الحقيقي ولكن أعلم الغيب من الله نفاه الرسول لنا ما نفاه والدليل أن آية تتحدث بهذا المعنى عالم الغيبي فلا يظهر على غيبه بالاستقلال بالأولية أحدا لا يعلمه معه أحد ولو علمه معه أحد كان هذا هو الشرك الحقيقي مثل يصير الشرك يعني هو أنه للعامة يقولون يقولون الله شيء زائدا العلم الله العالم شنو الله زائدا العلم الشيعة يقولون يقولون علمه عين ذاته قدرته عين ذاته ملاحب يعني علم الله الشيعة يقولون العلم والله واحد القدرة والله واحد أخواننا هالعام ما يقولون يقولون الله زائدا القدرة الله القادر الله مباف العلم صاره وش قد صاره اثنين صاره اثنين بالازل هو هذا الشرك الحقيقي هنا القرآن يتعرف الى هذه المسألة يقول عالم الغيبي الله عز وجل بالاستقلال ما حد يدري ولكن اذا يريد يمنح هذا العلم بكيفة زين اذا افترفنا ان الله ما منح هذا العلم هذا علم المغيبات المهدي مو من علم الغيب المهدي سلام الله عليه مو بجملة بدون التفصيل مو لانه واكو اختلاف بالتفاصيل هذي يقول يولد هذي يقول غائب هو المهدي جملة من علم الغيب لو مو من علم الغيب جل شلون المسلمين الان كلهم خاضعين الى هذه الفكرة سنة وش عماليا خلاف فكرة الامام صاحب الامر سلام الله عليه جل شلون النبي ما يعلم الغيب مو اذا الآية واضحة وصريحة وظاهرة جدا الا من ارتبى من الرسول هل هناك احد يقول ان هناك احدا من المسلمين ارضى عند الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماكو مسلم يقول بهذا القول ابدا اذا هناك جملة من المغيبات هذه المغيبات اه تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله بعض المغيبات تحدثت بها فاطمة الزهراء بعض المغيبات تحدثت بها الامام امير المؤمنين سلام الله وهكذا الامة تباعا لعل بعض المغيبات ليشي امام مثلا اكو اشياء ظهران نبي اكو اشياء موكولة الى الامام امير المؤمنين اشياء موكولة للحسين اكو غيب قريب اكو غيب بعيد كل امام من الامة اضطلع بمهمة من مهام الغيب يعني لما الطبري مثلا وابن الأثير والخوارزمي يقول للحسين عليه السلام الله خاطب عمر بن سعد قال ما لك يا ابن سعد لا أكلت من بر العراقي إلا قليلا وكأني برأسك هذا تتلاقفه الصبية في أزقة الكوفة يجعلونه غربا بينهم عهد معهود عهده إلي أبي عن جدي غيب قريب يعني أسه هذا ما أدري هذا مثل الطبري هو سني أو ابن الأثير أو الخوارزمي أخطب خوارزمي وغيرهم هذول من أبناء العامة يعني ما جاي يشوف أنه هذا غيب قريب مين جاب الحسين هذا الغيب صح له لا مين جاب هذا الغيب يقول عهده إلي أبي إذن أبوه أمير المؤمنين له نصيب بهذا العلم وهو مقطوع به بين المسلمين ليس عليه خلاف عن من عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله إذن أكو مغيبات قريبة بينوها الأئمة أكو مغيبات بعيدة كل إمام من الأئمة عليهم سلام الله يقدر المصلحة للمسلمين هنا في ذكرى ولعد بعد أيام ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الإمام العسكري سلام الله عليه مدة إمامته لم تكن بالطويلة لعلها ست سنين أو خمس سنين ونصف لم تكن مدة إمامته طويلة ركز الإمام سلام الله عليه على بعض المغيبات أمور غيبية ولكن هذه الأمور الغيبية تربوية السلام أردى تحدث عن مثلا شنو الجانب التربوي في فكرة غيبة الإمام هناك مثال تربوية في غيبة الإمام تربوية إلما للمسلمين الذين جهلوا قدر الأئمة عليهم سلام الله فغيب الله عنهم هذا الدر المكنون شنو صار صار يحتاجون إليه في كل شيء ولو كانت هذه أقل المساعد مسألة جذيرة بالاعتبار صلى الله أن حجة الله أن الإمام المفترف الطاعة منبع العلم الوحيد للإنسانية مغيب عنهم وتكفي هذه للمسلمين حيرة وظلالة أو قل عقوبة لعامة المسلمين غيب الله عنهم منه منبع العلم فهي بها شنو؟ بها جانب تربوي الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عود شيعته على ماذا؟ على الغياب كما هو ثابت الإمام الحسن العسكري في الروايات المروية عنه كان كثيرا ما يغيب عن شيعته يغيب عنهم الشهر والشهرين وثلاثة أشهر وكان قبله الإمام علي الهادي أيضا ولكن بشكل أقل لأنه الشيعة على شنو متعودين؟ الشيعة متعودين أنه الإمام موجود في كل صغيرة وكبيرة حتى تجد من خلال بعض الروايات أن السائل إنسان بسيط جدا السائل والإمام يراعي مشاعره مو صعي؟ تلاحظوا من خلال الرواية أنه الإمام كل واحد يدخل عليه وأكو ناس تريد تسأل فضولا أكو ناس تسأل امتحانا شيعي ولكن يمتحن الإمام يشوفه فعلا محيط بكل المسائل أكو بعض الناس ما متحملين ما ناجل أهل البيت يسئلونهم مثل هذا اللي يقل للإمام يقل له أبو بصير اثنين ترى أبو بصير مو واحد مو؟ أبو بصير ثقة الأئمة عليه السلام الله الراوي عن الباقر والصادق وأكو أبو بصير الثاني الذي رواه عن الصادق بعض الروايات منها رواية الغيب مثلا قال تعلمون الغيب قال لبعض شيعاتكم يقولون تجي يدري بالإمام ما يتحمل هذا فقال الإمام ولقد كانت جاريتي في إحدى البيوت فوالله ما أدري في أي البيوت هي يقول له ما أدري هذا لما سمع واحد من أصحاب الإمام تعجب من هذا القول بشلون؟ زي نحن شلون نروي للناس ومن عنده علم الكتاب بحق أمير المؤول علم الكتاب كل عندهم ما يدري بجارية وين؟ مثلا فلما يرجع للإمام الإمام يبين لأنه موجات ما يتحمل هذا السيد الخوي الله يرحمه في تعقيب على هذه الرواية يقول ولعل الموجود واحد من عيون بني العباس واحد من عيون بني العباس رابب الإمام يوصل رسالة مو؟ والتقية على كل حال جائزة صح لو مصاح إذا واحد من الجواسيس موجودين فأكو بعض الأسئلة ترد على الأئمة بهذه البساطة أنه ما متحمل مقام هين من مقامات أهلبيت القرآن يصرح به عالم الغيب فلا يظهر على غيبها إلا من ارتبى من رسول مو صحيح؟ مين ما أخذين العلم بالبداها من جدهم رسول الله يعني ما يريد له تكلف كثير ولكن السائل لا يحتمل فراعى الإمام سلام الله عليه مشاعره الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه رب شيعته هو والإمام لهدي بشكل عملي على غير الشكل الروائي مو بشكل الحديثي لأنه يريد لها ممارسة لأن وين الشيعة كانوا في كل صغيرة وكبيرة يدخلون على الإمام وين الإمام غايب وين ما يدرون الإمام العسكري ما يدرون بي وين يعني مو قاعد بالبيت لا يغيب وجهه عنهم حتى ما يجون يطرقون الباب لأن أهل البيت عليهم سلام الله إذا طرق بابهم فتحوه ما يخلون الباب مزدود بوجه السائلين ولكن يغيب وجه الإمام حتى شيكون يكون واقع مفروف على الشيعة أنه الإمام ما موجود شو رح تسوين أنتو؟ الإمام ما موجود الآن ولكن الإمام يرجع شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر حتى عاتبه بعض الشيعة بعض الشيعة ما يعرفون الحكم ما يدر الإمام جاي يفكر بعد ألف سنة شنو رح يصير ما يدرون مو؟ فيقلوا للإمام أنه أطلت الغياب فكان الإمام يغضب من هذا السؤال ليش؟ لأنه أكو بعض الناس لما تسأل حتى أكو بعض الناس تروح للمراجع يسأل المرجع هو عنده جواب يعني يحط السؤال والجواب موجودة يتش ناس ناس بوسطاء يعني صح له لا يسأل السؤال ويحط الجواب بعد ويا فأكو بعض الناس أنه يعتبون على الإمام الحسن العسكري من يا باب مو؟ ولا ليش يغضب الإمام؟ أكو خطأ بالمسألة الراوي يقول يغضب الإمام من أسئلتهم يقولوا لا تغيب عنا كثير وإحنا يعني نحتاجك وكذا فش يقول الإمام أنكم لا تعلمون المصلحة في ذلك أكو مصلحة بالأمر أنتم مجي تفهمونها زين؟ شنو المصلحة؟ خو مو كل واحد يقعد الإمام ويقول له يا باب ترى راح يغيب الإمام وإحنا جاي نمهد وكذا أكو ناس ما يروقلها هذا الجواب ومن الشيعة أيضا البسطاء ما يروقلهم لاحظ؟ فالإمام شي يسوي يفرض هذه الحالة على جميع وهي حالة غيبية حالة من حالات الغيب والتمهيد إلى ماذا؟ إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف ثم الإمام لما كان يغيب لاحظ هذه الحالة التي تفرد بها الشيعة أنا أعدي نظرة في هذه المسألة أعتقد أنه وفعلا هكذا أهل البيت هم معصومون في الأقوال ومعصومون بيش؟ بالأفعال مو؟ يعني منهجهم معصوم كما عصموا شيعتهم عن طريق الحديث الصحيح عصموا المنهج للشيعة كعصمة بالمنهج هذه من الأساليب التي اتبعها أهل البيت عليهم سلام الله أن يجعلوا المنهج ماذا؟ أن يجعلوا منهجهم ومنهج شيعتهم منهجاً معصوماً أنا راح أضرب لك مثال الآن حتى تعرف التخبط ليش إخواننا يا أهل العامة مثلاً؟ ليش متخبطين؟ مرجعية معدهم هم معدهم مرجعية مو؟ ليش ماعدهم مرجعية؟ مو؟ منهج معصوم ماعدهم ليش ماعدهم منهج معصوم؟ معصوم ماعدهم إذا معصوم ما موجود منهج ما موجود من اللي يبين لهم بنظرة مستقبلية يا أبي أنتوا لازم يسوون لأرواحكم مرجعية أبو حنيفة مات وابن حنبل مات وكلها ماتت وهاي ألوف السنين عشاء مئات السنين أنتوا لازم عندكم مرجعية ترجعون إليها ضاعوا ليش لأنه منهج معصوم ما موجود ليش المعصوم صاحب المنهج مفقود ما موجود عندهم لاحظ؟ الإمام سلام الله عليه ضمن العصمة في المنهج يسوى نصب علماء في كل مكان نصب علماء فقسم من الأشاعر الأشعريين عفوا وليس الأشاعر الأشعريين اللي ساكنين بقم هم طبعا كانوا من أعاظم الشيعان ذاك منهم علي القمي صاحب تفسير علي بن ابراهيم القمي الذي هو من أعاظم ثقات الشيعة قال الصدوق رفوان الله تعالى هو من الأشعريين قال مراسيل علي بن ابراهيم مسندة هاي ما حد حاز عليها من العلماء أبدا هاي منزلة نعم هاي منزلة حازها الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله ليش سموه الصادق يرسل الأحاديث عن جده رسول الله وهو صادق علي بن ابراهيم الرواية اللي باسمه وما بها سند يقولون مسندة ليش؟ لأنه رفع الأسناد حققها ورفعها فكانت له منزلة عظيمة في شيعة أهل البيت مو؟ وإجماع الشيعة الآن شي يقولون على علي بن ابراهيم القمي يقولون ثقة من ثقات كل الرجاليين يقولون ثقة مع أنه كثير من رواياته مرسلة ولكنه كان يحقق في الأسناد ثم يرفعها كتابة هذا كلام الشيخ الصدوق رفوان الله تعالى عليهم أجمعين فخلوا علماء مثلاً يجي لواحد من الشيعة يجي لإمام الحسن العسكري منين؟ جاي منقم منقم جاي للإمام شي يقول للإمام؟ جاي بحقوق وجاي بأس يقول لأرجع أرجع نصبت لكم علماً في ذلك المكان نروح أرجع له ما يقوله فإنه عني قال له هذا شي يقول لكم؟ هذا عني جاي يتحدد مو؟ الفتوى ياخذ الحقوق كل شيء في كل مكان خل الإمام شنه هذا النظام؟ هو هذا نظام المرجعيات مو صحيح هذا نظام المرجعيات ما كان معمول بي قديماً وإنما إذا واحد يشكل يقول مثلاً بزمن الإمام موسى الكافم الواقفة ليش طلعوا؟ يقول للشيخ الصدوق رفوان الله عليه يقول لأنه هذولا كانوا وكلاء هذولا وكلاء مو مراجع اللي صارت بسببهم عملية الواقفة وأخذوا الأموال لما مات الإمام موسى الكافم مش قالوا للربا قالوا لما مات هو المهدي مع أنه بديهيات أطفال الشيعة يدرون الأم 12 الأم مو سبعة وإنما كان موسى الكافم سابع الأم وعلي بن موسى الربا ثامنهم شاوين نودي حديث الأم 12 الذي به تسمت الشيعة هذول ما كانوا مراجع فلاحظ هذولا كانوا وكلاء مو للإمام وبعضهم وكلاء على الأموال ضموا الأموال وصار هذا الانحراف الإمام الحسن العسكري نصب مراجع للدين خلقهم مراجع يفتون طبعا مين يفتون مين يفتون يفتون بأقوال الإمام بأقوال الأم لأن العهد قريب والمعصوم موجود وأكثرهم شنو معاصر إمامين أو ثلاثة أم ما أخذ كل الدين من الأم سلام الله عليهم ما يخفى عليه شيء فهذه النظرة لو لم يكن لها معصوم يحددها ضاعت الشيعة كما ضاعت أهل العامة أنه ما عندهم مرجعيات فهذا أو هذه من الأساليب التي اتخذها الأئمة عليه السلام الله وعصموا شيعتهم إلى يوم الناس هذا من ضمن الشروط اللي يخلوها هو ما خلوها تاهي ما خلوها الشكل شرطة وشروط هذه الشروط لا يدخل عليها الآن نتحدث بالبديهيات ونتحدث عن بعض الأخطاء ولكن أخطاء ليس عند المراجع حتى شنو حتى نكون دقيقين بالكلام لأن هذول المراجع قريبين من الإمام هاي عقيدتنا أنه قريبين المرجعية توفيق من الله سبحانه وتعالى قريبين من الإمام ما يجي واحد مثلي أو عامي من الناس كلاو يقول أخطاءهم وفللي سطر يشوفوا خطأ من هنا أو خطأ أكو ناس عاشوا ويا الأئمة وقريبين من المكان يخطئون شنو أنسب الخطأ إلى الرسول أو إلى الإمام مو صحيح فاشترطوا بهم شروط هذه الشروط لا يدخل عليها أبدا من هذه الشروط العلم الكامل بأساليب الشريعة من هذه علمهم بالحديث علمهم بالفقه بالأصول غيرها والتقوى تقوى الله عز وجل وفوق هذا كله توفيقات الأئمة وبالخصوص توفيق الإمام صاحب الأمر ومنها أنهم ما حددوا مرجعية واحدة إذا الآن نقول المرجعية العليا ومو نقول مثل مرجعية سيد السستاني تلغي المرجعيات الباقية مو معنى هالقول أبدا دائما الشيعة عادهم مرجعيات عليا مرجعية وأكون مراجع في كل مكان مو وارد هذه المسألة مقبولة لأن الإمام يقول مو إنهم حجتي إنهم مو واحد مو إنه إنهم هواي أكثر من واحد حجتي عليكم وأنا شنو حجة الله عليهم ولكن لازم هاي شنو تخضع لازم تخضع إلى فضوابط وميزانية الآن الآن ملاحظ أنا يعني ممكن ذكرتها قابل وتدرون هسا بالنجف أكو أكثر من ثلاثين واحد يمكن طارحين نفسهم للمرجعيات ما حد يعرفهم ما حد يعرفهم ولا تقوم لهم قائمة تقبل الله أبدا ولا ينهب لهم أمر لماذا؟ لأنه ما خضعين للبوابط الصحيحة في قوم الآن وين ما تمشي مكتب عالي قدر وين ما تمشي مكتب مرجع ما حد يعرفهم ما حد سامع بهم ولكن أكو مرجعيات موقرة ومحترمة مو؟ تفزع إليها الناس ليش؟ لأنه واحد يجي من خلال البوابط الصحيحة وواحد يأتي من خلال البوابط وموازين غير صحيحة يكون مرفوف جملة يعيش مثل ما يعيشون الناس ويموتوا ما حد يسمع به هذ من أين أجي؟ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتام السلام والقول الخالد للإمام سلام الله عليه من كان من أمتي طائعا لمولاه عالما في أمور الدنيا مخالفا لهواف على العوام أن يقلدوه زين كل واحد يجي قال أنا عالم مو؟ وأنا مخالف مو هالشكل المسألة أكوه خلوا شهادة أهل الخبرة وأهل الخبرة ذو لناس هم علماء وهم جاهزين هم أهل الخبرة هم مشروع جاهز للمرجعية وهم ثقات الناس وأهل صلاح وأهل هدى فهذا من ضمن المنهج الغيبي المعصوم الذي فكر به الأئمة إلى مستقبل أشياء بعد عندي فقرة من الحديث ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد ما ورد عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قوله في علامات المؤمن وعد منها شرطا رئيسا شنو زيارة الأربعين طبعا هذا الحديث بلا شك من الأحاديث الثابتة سندا ومتنا ما عليه خلاف على مباني الشيعة عن الشيعة أن هذا الحديث عن الإمام الحسن العسكري لا خلافة فيه أبدا بين علية العلماء هذه المسألة الأولى المسألة الثانية كون أن الإمام يجعل زيارة الأربعين شرطا للإيمان من علامة المؤمن السواعد في وقتها في زمن النص في زمن المعصومين قد واحد يتسأل ولكن الناس خاضعين لأهل البيت يقبلون كل شيء من أهل البيت ليش؟ لأنه النبي بالعموم قال لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ظلال تعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم قدموهم ولا تتقدموا عليهم فتهلكوا مئات الأحاديث أمثال هذا الحديث نعم قدمت أهل البيت فالراد على من؟ مو على أهل البيت الراد على المنصب من قبل أهل البيت هو راد على أهل البيت قال فالراد عليهم على الفقهاء كالراد علينا والراد علينا كالراد على رسول الله ومن رد على رسول الله رد على الله ومن رد على الله شنو؟ أركسه الله في نار جهنم فالشيعة هذه المعاني مستوعبينها ولكن أحيانا شنو؟ الحكمة من بينها من الحديث مو صحيح؟ الحكمة من بينها من الحديث الإمام الحسن العسكري لما قال زيارة الأربعين هساكوا بعض المعاني هي معاني تحريفية بالحقيقة مثل مع زيارة أربعين مؤمن وكان يقدر يقول الإمام حتى ما يغلس على شيعته وما يغرر بهم ويقول زيارة أربعين مؤمن ويقولون بعض الناس يقولون مثلا زيارة أربعين مؤمن هو اللي يقصد الإمام ما أدري شنو العلاقة أربعين مؤمن بالإيمان وليش مو واحد واربعين خمسة واربعين ثلاثين أو لا حدد لا ماكو عدد يعني المؤمنين بالمئات وبالآلاف يعني ليش أربعين مؤمن إذا واحد يزور أربعين باين يزورهم يزورهم ببيوتهم مثلا بشغلهم وبكذا يعني ضايع هذا عائم هذا الحديث على كل حال الفطرة السليمة تأبى مثل هذا التفسير مرات واحد ترى يفهم بالفطرة يسموه إلا لازم يكون عالم بالفطرة مالته شنو يفهم معنى هذا الحديث الفطرة الصحيحة تأبى أنواع هذه التفسيرات وإنما قول الإمام عندما عرفها قال زيارة الأربعين يعني زيارة الحسين يوم الأربعين وهي بعد شنو يقول ليش ما قال الإمام واحد من الناس يعترف يقول ليش ما قال الإمام زيارة الحسين يوم الأربعين أكون مفردات واضحة هي واضحة يعني ليش لأنه هاي زيارة الأربعين بيها نصوص عن من عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق وعن الإمام علي بن موسى الرضا وبينوا فضلها فيصير لغوا في الكلام الزيادة الأمة سلام الله عليهم يستخدمون اسلوب البلاغة والاختصار لما يقول زيارة الأربعين يعني مفهومة زيارة أربعينية الحسين خلاص ما يريد لها كلام وإنما هذا زيارة أربعين مؤمن يسمونه من المعاني المولدة الحديثة التي أرادت أن تحرف هذا الحديث عن معناه المقدس في زمن الإمام رجع للتاريخ تعرف أنه المتوكل العباسي شوكت عاش المتوكل العباسي أدركه الإمام العسكري سلام الله عليه وإن لم يدرك ملكه يعني المتوكل لما متى مات في زمن الإمام الهادي يعني العسكري كان موجود صح له لا إذن كان ابطهاد الزوار الابطهاد الحقيقي للزائرين فعلا بلغ لابطهاد ذروة أهمتها في زمن المتوكل في الروايات المشهورة يعني أكثر من الرواية وسبب ابطهاد ولكن أنا أشوف أنه رواية الجارية مذكورة بالقصص وبالروايات بالأثر موجودة أنه كانت له جارية تأخرت عليه فقالها وين كنتي قالت في الحج الأصغر شنو الحج الأصغر قالت كنت في زيارة الحسين قال بلغ بكم يا رافو أن سميتموه حجا والله لا أهدمنا قبره أنا ما أقول الرواية مو موجودة بس أعتقد تصغير من شأن الزيارة إذا يصير هو هذا السبب أنه ها سويتو حاج يعني المتوكل متدين فإذا صح له لا متدين وين كان بعض أعلام أهل السنة يعدوه من الأئمة الاثناش لأنه ظهر حارب الشيعة لأنه أي واحد يحارب الشيعة يصير متدين أي واحد يحارب يرفع علم ضد الشيعة هذا علم من أعلام الدين يصير لأنه المتوكل مو فقط حارب الشيعة كان أحدث أشياء جديدة في الاستهزاء من أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يجيب عبادة المخنث مثل أجل الله السامعين مخنث اسم علىه مسمى ويلبسه ملابس النساء المتبرجات ويخليه يرقص ويصحون هذا علي أو كذا من هذا أسماء نستجير بالله فكان ابنه قال له هذا علي ابن عمك فإن أردته فكن لحمه أنت لا تخلي هذا المخنث فقال مقولته المشهورة التي أربى بهذا المنبر لأنه شتام قال غار الفتى لابن عمه إلى آخر كلامه البذيء ثم قتله ولده بسبب هذه الحادثة هذا يعتبره إمام من أئمة الاثنعش بعض المذاهب ليش؟ لأنه ناصب أهل البيت العداء سلام الله عليه واستهزأ من أمير المؤمنين وحارب زيارة الحسين فاعتقد أنه السبب لعله هذا واحد من الأسباب ولكن هناك أسباب أكبر وغالبا وللأسف نستخف بأعدائنا غالبا نحن نستخف بأعدائنا يعني من أسباب فشلنا أنه ما نعطي للعدو حجب الحقيقي مو؟ لا هذول عندهم دراسات هذول عندهم دراسات وعندهم ناس أكاديميين وعندهم أطروحات يفكرون شنو معنى الزيارة وشنو أن الحسين عليه السلام الله لديه القابلية أن يسقط دولة بل الحسين لديه القابلية أن يسقط دول بأكملها مو دولة عندهم دراسات يشوفون لعله عاما مشيعة يخفى عنهم هذا المعنى ولكن يتكلمون بالعاطفة لا الحسين قوي فعلا وللحسين عليه السلام الله هذه القوة وهذا ما يفسر أن بني أمية يهدمون القبر بني العباس يهدمون القبر صدام في عصر النهضة والتطور وحقوق الإنسان يضرب قبر الحسين بالمدافع ويقتل الزائرين صحيح غبي ممكن يكون غبي صدام وصدام كل الرذائل تنطبق عليه بس مو معناها ما أكو فريق ما الأذكياء يشتغلوا ياه أكو فريق ما الأذكياء يوجهونه ملاحب يوجهوا شنو هسه هذا الحجاج ابن يوسف شي يقل للعبد الملك ابن مروان يقل لا أنا أردت أني أستقيم إليك هذا الأمر فعليك بأهلي هذا البيت مين جابها الفكرة مين جابها مو صحيح عنده دراسات وعنده ناس تشير عليه فهذو الأفضل ما دائما محاطين بأناس أذكياء يخططوا لهم ومستقبل أمور هذول الأذكياء أشقرروا للمتوكل أن زيارة الحسين خطر على ملكك صحيح ذو المختصين فالإمام سلام الله عليه لاحب في أي زمن في زمن المتوكل عباسي في قمة القمع والأبطهاد حتى أن المنادي ينادي من وجد عند قبر الحسين فقد برئت منه الذمة بعد ما نغرف قلنا لكم واللي نقع الحسين انقتله وقتلوا الناس عند قبر الحسين عندنا بعض الروايات أن الإمام الهادي أو جب الزيارة ليش؟ لأنه شاف مشروع إسقاط الإسلام من خلال شنو؟ من خلال زيارة الحسين يحاربون الحسين يضيع الحسين من الأمة يضيع الإسلام تبعاً لأن الأمة ما بقيت إلا بالحسين هذه من ضمن الأمور التي أدركها الظالمون والفريق المحيط بهم أقتل الحسين يموت القرآن من كيفة مو؟ أقتل الحسين يموت الإسلام من كيفة فأنت لا تحارب القرآن والإسلام لا خلي الإسلام هذا الظاهري ما لإخواننا أهل السنة ما صلاة الجماعة ومدح الحاكمين ولكن أقتل الحسين تباعاً ماذا؟ لأن الحسين أصل الإسلام إذا قتلت أصل الشجرة ماتت فروعها وغصونها مو؟ إنما القرآن والإسلام والأحكام والتعاليم هي الأغصان المثمرة لأهل البيت وما أثمرت لو لا أهل البيت وما أينعت وما وجد المسلمون طعماً حقيقياً للإسلام لو لا وجود الأئمة الكرام فهذه من الحقائق الإمام الحسن العسكري في هذا الزمن ماذا قال؟ قال من علامات المؤمن زيارة الأربعين أولاً تشكل تحدي للظالم آنذاك ثانياً لعل الناس في زمانهم ما أدركوا الحكمة الحقيقية جوز حسبوها بس تحدي ويكفي هذا السبب هو هذا السبب كافي أن تتحدى الضائل من الذي يريد أن يميت الإسلام من خلال الحسين فتحيي الإسلام من خلال الحسين من خلال الزيارة هذا السبب وجيه كافي جداً ولكن الآن عندها النظرة هاي وأسألك الدعوة الآن هذه الزيارة المقدسة أظهرت أشياء غيبية فعلاً أشياء غيبية وفعلاً ارتباط وثيق الآن بين الإيمان وبين زيارة الحسين عليه السلام الله وتحديداً زيارة يوم الأربعين صح لو مصح هذه الأعداد الهائلة أسألك بالله أسألك من المذهل يعني بريطانيا مذهلة وأمريكا مذهلة مثل ما تسأل في جناب السيد أيضاً يقول إسرائيل إسرائيل شنو هالملفت شيء ملفت للنظر شنو صاير هذا مو عشر ملايين رواية عشر مليون أربع عشر مليون عمي حتى لو مليون صح لو لا حتى لو مليون ين شنو اللي صاير ناس مجتمع راح أذكر لك بعض الخصال اللي راحوا وشافوا وحنا شفنا بعض المشاهد مو أنا ما أبالغ بهذا القول أبداً كل إحنا شفناه مو يكاد المجتمع الإسلامي الزائر لكربلا يكاد أن يكون معصوماً بهذه الأيام هسا شو أنت قل لي معصوم أكو واحد سجل حادثة مشكلة أكو واحد سب واحد روح شوف الناس الناس كلها عائشة تسامي كلها متسامية وروحانيات وبكاء وبذيل وإنفاق وتسامح يعني المجتمع المعصوم اللي طالبين أهل البيت اللي مطلوب الذي بعث الله من أجله الأنبياء والمرسلين يتحقق في هذه الأيام أسألك بالله ممكن إحنا رايح للحجر هذا منتقاص من بيت الله أبداً منتقاص ولكن لعل الله والله يعلم أن للحسين شاين آخر هاي الحالة بمكة ما موجودة حالة التسامي بمكة ما موجودة ما موجودة أسأل تقل لي سني يتعارك ويشيعي أو شيعي يتعارك ويسني لا هو الشيعي ويشيعي والسني ويسني صح له لا المشاكل في بيت الله المشاكل جنب الحجر الأسود يتعاركون على لمس الحجر بينما هو عبادة لاحظ عبادة محظة يتقرب بها إلى الله واحد يفرب الثاني يم الحجر شفتوهم لو ما شفتوهم أكو واحد ما شافه معصية لو مم معصية صح له لا في الطواف نتيجة الإزدحام والتراص وكذا وهذه يفرب هذا كم واحد ناس واحد يفرب الثاني وغير الشتائم والشتائم بالفحشاء في بيت الله يعني هذا متحقق له لا الآن في زيارة الحسين وهذا الإزدحام وهذا التراص ما نقلت إلينا أمثال هذه الحوادث ليش أنه التسامي المطلوب والروحانية والتوجه إلى الله الذي هو مطلب الأنبياء والمرسلين يتحقق في هذه الأيام هذا مرعب لو مو مرعب نعم شيء مخيف هذا الذي جمعهم وينه الذي جمعهم ميت في هذا القبر المفروف مو مسجع في هذا القبر ميت مو قتيل غريب عطشان مبطهد له الآن تأثير على هذه الملايين زين هذول أخو ما يعتقدون بس بهذا يعتقدون بواحد من أولاده إجماع المسلمين عليه يوم من الأيام يحكم العالم زين هذا ميت إلى هذا التأثير إذا يطلع هذا الحي يش رح يسوي ها مو جديرة بالدراسة لو موجد نعم جديرة بالدراسة زين إذا واحد يقول هذولا عوام من ناس لا مو عوام من ناس من كل الطبقات أبدا كل إحنا شفنا السيد محمد سعيد الحكيم الله يطيل بعمره طلع بهذه المسيرة شفناه أو ما شفناه صلوا على محمد مرجع طلع بهذه المسيرة مو صحيح ما زاد الحسين هو يتشرف بهذه المسيرة هو يعتقد ندري مو أخاف واحد يقول قلتها حتى شنو حتى تقول أنه زاد الحسين شرفا لا أبدا هو يتشرف أن يمشي وهو يعلم هذه الحقيقة ومن يعلم في هذا المرجع اللي قريب منه مثل يدري أنه على درجة من التقوى تمنعه من الرياء تقبل الله تمنعه من أن يتراء وتمنعه من أن يكون للإعلام والتصوير هو فوق هذه المعاني يعني عشنا قريبين من عنده سنين كثيرة بعيد بعيد جدا عن هذه معاني الرياء والإعلام ويمكن ما يدري أكوش تلفزيون يصور تقبل الله يعني أقسم أنا يمكن ما يدري أكو تلفزيون يصور مو بهذا الجو يعني مو سياسي إعلامي وهكذا الناس العبام مراجعنا العبام هكذا لا يتصرفون للإعلام والرؤية فمن كل المستويات هذا قمة المجتمع الديني موجود وين في هذه التظاهرة الأساتذة والجامعات ومن كل الأصناف وفيهم البسطاء والفقراء يجمعهم شيء واحد كلهم يجمعهم شيء واحد شنو متوجهين إلى حب الحسين عليه السلام الله حب الحسين هو المحرك الوحيد لهم فلا تكلم واحدا منهم إلا وينفجر بالبكاء هكو مشاهد نقلوها بعض الزوار يا ريت تستمر هذه المشاهد هي لو تستمر هي الأصلاح الحقيقي للمجتمع طفل صغير ينقلون عننا طفل طفل صغير يقول في أحد الأخوة اللبنانيين اللي يرجعوا الآن من أوتاوة يقول طفل صغير يقول تعال كل شيء نحن للزوار كل شيء نقدم لكم كل الخدمات نقدمها كل شيء تريده زين يا بليش وناله شنو قال للإمام يشوفني الإمام يشوفني الإمام حتى يسجلني موظف ناجح حتى يسجلني خادم ناجح أنا عند الإمام فأنتو إذا ما تأخذون أنا ما أديت عملي إذا مفاشل أنا بس إنتو إذا تجوا تأكلون ونخدمكم أحنا ناجحين وهذا مجانا وكل شيء كل شيء صالوا كل شيء بالمجان لو أن نفتروا افتروا أن هذه الحالة دامت مع الناس مو صعيح بعد يغلبون الدنيا كلها ما عن يقدر عليهم بعض أحنا ما نكون مثاليين هاي ما تبقى كلها ولكن ما يبقى من هالشيء واحد بالمئة ما يبقى وسنت جاي يبقى واحد بالمئة صار اثنين وسنت جاي وأنا أجزم أن ببركة الحسين أكثر يعلق بنفوس الناس واحد من علبانه لجل يقول مو المهم أنه أنت رحت إلى بيت الله وحجيت بيت الله المهم شنو بقي من الحج أنت رحت حجيت شنو اللي يبقى من الحج اللي يصفى من نشقد المهم صمت رمضان مو صمت رمضان مو مشكلة يكون ناس يسونه في رمضان ستين يوم ما يأكلون مو لعله عنده ملكات أقوى بعد مو المهم صمت ما أكلت المهم شنو بقي من رمضان ورا رمضان شنو اللي يصفى من عنده فمو المهم أن الإنسان يمشي للزيارة لا ولكن المهم بعد الزيارة شنو صفى عندك قد استفاد الحسين كله بركة نعم كله مبارك سيدي شو هذا؟ لا عبد أن يعلق في نفس الزائرين ومو من الخدام لا أقل من الزائرين فس هذا يجي احنا بالتواسيل خلينا يروح توسلنا به يا با روح 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 راح شنو النتيجة مالته؟ النتيجة أنه أقسم بالله صادقا أنه كل سنة يروح للمشاهد اللي شافها والفائدة هذه من معالم الغيب صار إلها علاقة الآن بالإيمان على هاي المشاهد لما الإمام يقول الإمام يقول من علامات المؤمن زيارة الأربعين صار إلها علاقة بالإيمان لما نقول أن المجتمع يصير شبه معصوم في هذه الأيام أخطاء ماكوا تجاوز ماكوا أكو تسامح تدري واحد من العلماء العاملين يقول قمنا نستغل مواسم الزيارة للأصلاح أصلاح العشائر هذا خربان ويا زوجته زوجته خربان ويا هذا بن عم هذا عنده ميراث ليش؟ القلوب رقيقة جاهزة يقول قبل الزيارة ما نقدر بعد الزيارة ما نقدر قبل الزيارة القلوب قاسية جدا يقول نستغل وإحنا ما نشيل للزيارة يا بترى أنت عندك مشكلة كذا وهذا بها كذا حلال بها حرام هاي بها معصية وإحنا متوجهين للحسين ونترجى من الله القبول وكذا القلوب لينة تتقبل الموعظة هاي من علامات الإيمان لو مو من علامات الإيمان فشفت لما وإن كان الناس في زمنهم ما أدركوا الحقيقة الحقيقة كاملة أو ألعل المقربين يعرفونها ولكن جمهور الناس ما يعرفه هنا الإمام يحدث عن المستقبل زين ووفود الزائرين إلى قبر الحسين هسا تتعجب 14 مليون سنتجايا 20 مليون صح له لا عندنا روايات أن كربلا تتسع للزائرين روايات الإمام الصادق عليه السلام الله لاحظ الإمام لما قال هذا القول ما كان أكو فرورة إليه هو جد الزوار كانوا حتى تتسع لهم كربلا ويا كربلا أصلا كانت صحراء ما يحتاج تتسع ما يقول تتسع كربلا للزائرين الآن كل إحنا نشوف هذه الملايين شلون صارت مليون وجبة طعام وزعوها الأمريكيين على هايتي قلبه والدنيا به الإعلام والستلايت والأنترنت قلبه والدنيا الأمريكيين على مليون وجبة طعام ما المن للهايتيين ميتين واثنين وثلاثين وجبة طعام وزعت في كربلا في هالموسم لو تحس الأيام وزائرين حسبه حسبه يدخل على الحساب وحسبه ميتين واثنين وثلاثين مليون وجبة طعام ما حذكرها صح لو لا أكو بعض الإعلاميين إعلاميين أجانب يقول هاي قابليات مال دول مو مال ناس قابليات مال دول هاي دول دول تقوم بيها ولهذا أمريكا مو غشمة من وزعت مليون وجبة وسوت أعلام وكذا وكذا ليش لنمكانية ما الدول يريد لها ماكو كريم ومحسن يطعم 14 مليون إنسان جاي نمشي أبو البصرة يمشي شهر أبو الناصرية يمشي 20 يوم يمكن صالوا لأ أقربهم أبو النجاف يمشي لثلاثة أيام أو أربعة أيام الدول يريد لهم طعام وطعام شفنا الكرم الموجود فإذن هذه من علامات الإيمان بلا شك صلط عليه النور وعلى قابليات الأئمة عليهم سلام الله صلوا على محمد وعلى محمد وهذا في الوجه الآخر أيضا سوينا الصوت في الوجه الآخر يكشف عن ارتباط الأئمة عليهم سلام الله بجدهم الحسين ماكو عندنا إمام من الأئمة إلا وبيّن في قضية أبي عبد الله سلام الله كان الإمام الحسن العسكري آخر أئمة الظهور آخر الأئمة سلام الله عليهم ثم زمن الغيبة فبيّن الإمام سلام الله عليه هذه المسألة المهمة شوية وإن كان فات وقت الأربعين ولكن أرجعك للأربعينية شوية لأنه عشنا لأجواء مالتها الآن ويقيناً أنا أعتقد لكل واحد زاير الأربعين ولو زيارة وحدة للحسين في حياته يشتاق إلى زيارة أبي عبد الله في كل عام وتحديداً يوم الأربعين لأنه الإمام يقرنها بالإيمان أكسر غيبي فعلاً لها علاقة في نمو الإيمان في نفس الإنسان كل زيارة الحسين وتحديداً زيارة الأربعين ولكن تعال إلى جانب الفاجعة لما بنات رسول الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول إذا أتيتم إلى زيارة قبر جد الحسين يوم الأربعين كيف تأتيون على أي هيئة يعني لهم هيئة من المصيب والبكاء والحزن قال فأتوا إلى فرادا متفرقين الآن الناس يروحون جماعات ولكن يقول الإمام لما توصلون إلى قبر الحسين قيل على مذاك يا ابن رسول الله قال لأن هذا حيال عمتي زينب ونساب عبد الله لما وصلنا إلى قبر الحسين هذه تلقي بنفسها على قبر والدها وهذه على قبر أخيها منوهاي تعرفها اللي عندك حاجة وياي وياها الدمعة ماجور وهذه على قبر والدها هنا النساء كل واحدة من النساء ورذاك وهمت عيني شو تقل لي صاحب الحاجة وياي تقل القبور القبور عمك العباس دلين دلين شالف لعلي أنا ترى مارد أتعرف المصيبة كلها ولكن مصاب عبد الله الرضيع يقول الإمام السجاد آلمتني الرباب قالت بني علي ترى كثرة وإحنا وياهم ما نتعرف الهيوم الاربعين ولكن هاليهم ماجور اللي عنده حاجة وياي ماجور قالت بني علي اين دفنت أخاك عبد الله قال دفنته علي صدر والدي الحسين لأن عندنا بالرواية زين العابدين يقول لما دفنت أبي الحسين أردت أن أهيل عليه التراب وإذا صات من نحر أبي عبد الله ينادي بني علي والسد رضيح إلى جنبي ألقت الرباب عاد والد والدها ألقت بنفسها على قبر أبي عبد الله مرت صيح والرباب مرت تنادي وحسين وغريبا ومرت تنادي وولدا وعبد الله يا ويل تقل يا ابن يا عبد الله يا غالي يا غالي أنا بربا يا أكسرت اللي علي تدري يا ابن تعالي سكن ميسر وانت بذبح يرجى يا صوتك يا سكن يا سكن يا سر وانت بذبح يا 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 خلندي كوي الرباب هالمصيبة الختام لما رجع الإمام زين العابدين إلى مدينة جده رسول الله يقول يوم من العيام أتاه قوم من أهل البصرة يعزون الإمام بمصاب أبيه شافوا جارية على جنب الدار يعني في باحة الدار جالسة وإلى جنبها طفلة صغيرة آي قالوا لعلها جارية كذا واقفة بالشمس قاعدة لما خلصوا حاجتهم من الإمام قالوا لسيدي إذا أسأت هذه الجارية نقسم عليك بجدك رسول الله أن تعفوا عنها وأنتم أهل العفو والسماح يقول الراوي بكى زين العابدين قال والله ما هذه جارية ولكن هذه زوجة أبي الرباب وهذه سكينة قالوا لسيدي ليه قال آلت على نفسها بعد الحزين ألا تستظل بشمس أبدا آه تنادي سكينة بني أين الذي كان نورا يستضاء به بكربلا غير مدفوني فوالله لا أتخذ صهر يالي صهركم حتى أوسد بين الرمل والطيين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سوى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اكشف كروبنا اللهم اكتبنا في زوار أبي عبد الله الحسين اللهم لا تحرمنا ثوابهم وعناءهم إنك سميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون مبطر إذا دعا جميعا ويكشف السوء أما يجيبون ويكشف السوء أما يجيبون ويكشف السوء أما يجيبون مبطر إذا دعا اللهم اكشف ما بنا من ظر وسوء وبلاء يا الله من أوصاني بالدعاء اللهم إنا نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري اللهم اقبي حوائجنا وحوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين يسر أمورنا للدنيا والدين إلى رواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والمؤسسين وعلماء الدين ومراجع المسلمين وخدام الإمام الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات